يتفوق على وبيكسبه اتنين واحد في اخر لحظات المباراة اللي كانت رتمها سريع جدا وخالة الواحد ينهج وهو بفرج عليها بيفوز ويبتعد بالصدارة فرق تلاتة بنتا عن المنافس شارس جدا ويبقى شارس جدا على المنافسة والسنة دي في الدوري مبارا نتكلم فاكرة على وعن مورينيو خاصة الشيط الاول واللي عمل الشيط التاني هنتكلم بكل حاجة في مباراة نقطت بس ترامل الحالة دي وصلت لك انزل لها من اللايك اش الحالة هتوصل لكبر عدد من الناس واول مرة تشوف نعمل انزل لها من اشتراك او سبسكرايب فعل الجرس علشان نجل الحلقات اللي انا بنزلها اول باول ويلا بينا نخش بالحالة خطني رقم واحد في الانجاصي. بدل المباراة ما فيش اي تغييرات عن مباراة اللي بدت هي نفس شكيلة اللي بسبتها مورينيو. النحاة التانية يورجن جلوب بدي بليبر بول بتشكيل في بعض العناصر الجديدة او بعض العناصر اللي ممكن تكون بفاجة لبعض الناس. وبدأ بأليسون وبدأ بويليامز وجامبه وماتيب على الشمال بيلعب بروبيرتسون يعني من ارلود سولازي بدوس الملعب هنديرسون وفافينيو وجامب جونز كيرتس جونز اللاعب الصغير وبدأ بخلاص المعروف مانيو صلاح وفيربانيو. طول الشيط الاول مورينيو ساب الكورة لبربول. قال لي لبربول اعمال اللي انت عايزها. انا مش عايز الكورة انا مش عايز الاستحواز. انا هلعب على تقفيل المساحات. هدايا المساحات. هقفض بينه خطوط واقفض على المرتدة واختفق بالمرتندات. بس اللي خلينا نشوف خطوط انا همشة الاول. شكله سيء. اننا تقريبا كنا نشوف نسخة من مورينيو مع مانشستر نادل ايام. نسخة ميرونيو مع ماجيستر نايدين. اه تقريبا الموسم التاني او الموسم التالت. ماجيستر نايدين واقف بيدافع بس مفيش مرتدات فعالة. ده لو كنتم بتجوفوا. ان الكرة مستحوز بينقل الكرة بكل سلاسة براحته جدا مفيش ضغط شرس مدعي بالتوتنهام. اه بيتحرك في ملعب زي ما عايز ليفر بول بيوصل لمرمى اه حتى توتنهام مدافع. فانت بتدافع يا معلم مفروض انت بتدافع. مدعي المساحات خاني لقيمة ليفر بول ما تخليهاش توصل للمرمى. لكن ليه تتخلي لقيمة ليفر بول تصل للمرمى وتهددك وتشوت عليك كل شيط الاول سبع شطات سواء على المرمى وبرا المرمى وتشوت عليك سبع شطات. فانت كده يا معلم ما بتدافعش. ايه معلم? شيط اول كان غريب من دوتنهام. ليفر بول الناحية التانية كان ما سيكورة كان بيعمل لو عايزه في المجارة. ليفر بول شيط كان يستحق جدا يخرج بجول واتنين وممكن تلاتة كمان. ليفر بول كان بتحرك كويس جدا. الثلاثة الوجوب بتاع ليفر بول كان بتحرك كويس جدا. صلاح ما كانش يثابت في مكان لا كان عمال يتحرك 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 يتحرك. في المليو جمال ما كانش يثابت في مكان عمال يتحرك. ومناء الثلاثة الوجوم كان عمال يتحرك. وبيخرج برا مركزه وتبقى كتير جدا علشان يفضي مساحات لبعد اللعيبة. كنت بتشوف عرضيات بلا جدوى. عرضيات مش مميزة جدا من لعبة ليفربول. عرضات مش هدفيك كتير. كنت مفروض تلعب على العرض عشان تدرب التكاتل للدفاع. ضغط ده يعني. باس 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 باس. هتخرج لعبة من اماكنها عشان تضغط عليك فيبقى في مساحة في ضغرها. ده اللي كان مفروض يعمل. كنا شايفين الشيط الاول بيرجوين وسيسوكو اللي دفوا نص الملعب. مش قادرين يجاروا ليفربول. يعني الثلاثي وبركوين وسيسوكو. مش قادرين يواجبوا سرعة ليفربول للردم سريع 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 سريع. ليفربول ايه يا معنى. مراح اهدأ. اهدأ انا قلتها للماتش ببنهم. قاعد بدينا قلت فرع المغاراة. المغاراة قلت ما سريع. المغاراة متقفش. باس 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 ردم سريع عشاطات بترجع كرة باس. بس اللي قلت انا مستغربوا ان ده مش توتنهام اللي عافينه. مش ده توتنهام اللي وكنت شايفينه مسلا ده منشيستر سيتي. ده منشيستر سيتي للمرمى اساسا. كان بيداي ماسحات جدا. كان خاني سيتي. كان مدائي الاستحواز. استحواز زه ما تحاوز بس الاستحواز سلبي. لكن نهاردة ضد يذاge Stop. ولكن التسامل استحواز بليفربول ولكن التسامل الاستحواز . و ليفربول بيصل للمرمى و ليفربول بيضيع ليفربول بيتهدف فيك وانده مش بتعمل المرتدات كما قادر كان كل المرتدة ليفربول توتونام بيحاول يعملها كان بتدفع اطم سؤال من مصر ملعب عمو دفعية اللعب الصغير اللي اسمه وليامس ده لعب تقيل لعب مميز في الحادة الدفعية لعب افرودي يثبت اقدامه جنب مكتبه اللي عامل اللي جاية لعب مميز جدا مصراح شدناه نهاردة مش من الشباب المهزوزة لا لعب وقف على رجل اللعب التاني الانده اللي لفت انتباه وكان فعلا مميز جدا ملي كانبان له هو لأ اللعب ده كبير قوي 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 هو كيرتس جونز كيرتس جونز لعب صغير دريمان عنده وتسعتاشر ولا عشرين سنة لعب بيشوف النهاردة شخصية بيستلم القره بنص الملعب مش خايف من حاجة بيستلم ويعدي ويباص يشت اول كان نجم المبراه كان نجمه الشيط الاول كان بيستلم القره بين الخطوط كويس جدا كان بستلم الكرة بيعدي من اللعب والتاني كويس جدا. كان بيطلع الكرات ما بينه خطوط ليفربيني وصلاح وليماني كويس جدا. صلاح شط كرة. آآ مراحة خبطت آآ راحت في نص الجول. بعد كده الجول اللي جابه جول هو شط الكرة شوطة. رزع. رزع الكرة. فهي خبطت فالدر فالدر فالدوتيلا ادفوه جونيزد جول اول ليفربول. كان بصراحة ملوكة نظري ليفربول بالاداة اللي كان عامل المشيطة الاول ان هو يستحق ان يخرج بمشيطة الاول كسبان مش بتاعتك. لان الاداة بتاعت انها مشيطة الاول اداء سيء. توتناعم مش بيدغل دي اول حاجة. مش بيدغل على الحامل الكرة السايب اللي الكرة اللي يحضر براحته من وراء ويقدم له قدام ويقصر نص الملعب ويقصر من الخطوط ويعمل اللي هو عايزه. ده مكنتش فاهم ليه? توتناعم بيعمل كده. توتناعم في مشيطة اللي كنت بتشوف فيها بيدافع. هو او كان بيدافع. هو او كان اللاعب او كان بداية مساحة على المنافس. ولكن كان بيدغل على حامل الكرة. كنتما نشد دي سيتي كان بيدغل على دي بروين. كان بيدغل على برناردو سيلفا. مكنتش بيدل قبل حرية او حرية الحركة ان هو يسيبه اللي هو اعمل اللي انت عايزه. لأ. كان بيدغل عليه وكان بيقرفه. لكن رجولي شايفرين النهاردة انه مفيش ضغطة شطورشة الاول. ليفر بول كان بيحضر براحته. ليفر بول كان بيعمل كل حاجة اللي هو عايزه. ولكن. ولكن ضرب بالالخص pounds مرتده تيجون. لكن عايز اعفه عند حاجة ازقائره كوي الفور بتاع الدول الانجليزي. انا انا نفس حد في الكومنتس يخشي في من فور التالي انجليزي هو الفور بتاع الدول الانجليزي. القوانين بتتغير على ال بس. يعني القوانين الدول الانجليزي او الفور الدول الانجليزي بيتغير على على ليفر بول بس على ليه لاحنا بس? مش فاهيم بجد يعني كرة تقريبا شبه الكرةéra ال nasıl? مع مانيا في في الدير بيدير المرسوسات اللي فات. بتحصل ازاي مش فاهم? قال لك مش عارف فيه حلتة من ايده معدية بسنتي متر او ميلي متر. ازاي بقى? وبذكرت النارة دي قلت لأ ده عنافس الخط. ما طبقتش ان الميكروسكوب بتاع الفار يبين مسلا ممكن شعراية او طرف من جزم تكون معدية. لأ. كرة نفس الخط يقول لحصله الجن. فانت قوانين الفار بتتطبق او بتتغير على بس مش عارف مش عارف بصراحة. وجن بيجي من سن واحد واحد في الموراة بيخش شد التاني بيتشوف شكله مغير تماما لتوتنهام. بتاع السنة دي بيعود. بيرجع نورينيو بتاع السنة دي بيرجع من تاني. ضغطة عارية على استخلاص بالكورة منص منعب تهديد لمرمى ليفربول. شد التاني بيرجوين بيضغطة ضغطة 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 يستخلص الكرة شا تجيب جون تاني شفتن اول شد بيرجون الكورة بيضايحها بيرجون الكورة التانية في العرضة كين كورة التانية. فانت ليه ما اطبق? يعني ان انا عزف هامو فعلا يعني. ليه? توتنهام كان شب يطبق اللي بعملو شد التاني في شوت الاول. عارفنا توتنهام كان بيطبق اللي بعملو شد التاني ده. طول المباراة كنا والله شبنا توتنهام مغير تماما. كنا نشوف توتنهام بيرغط بيستخلص بيشوت. لكن شوت الاول كان شكل غريب اول توتنهام. شوت اول ليفربول رتم سريع ضفت عالي رتم سريع بساط مميزة شفح المرمى كل حاجة شديد تاني. ليفربول الرتم بتاعه في اول شوت هدي شوية. شن ليفربول هدي نوع عمال. بيفكر بعاله اكتر. لكن لما توتنهام تراجع تاني لخلفه. ليفربول اللي بتاني يمسك كورة تاني? لا. لا يا بعلم. ده بيمسك وبيروح وبيضغط ويجيب جول في اخر ده في المباراة. ليفربول قد مواكبة مميزة نارضة ضد مورينيو. كلوب. خنق مورينيو. كلوب ارف مورينيو نارضة زي ما بيعرف جوارديولا. كلوب معروف انه بيعرف اللعب معشرة كبيرة وبيعرف تلعب قدام الفرق الكبيرة وده مميز انه يصارع على الدوري وان شاء الله الدوري ده رغم الظروف الصعبة بتاعة ليفربول اللي الظروف لو اي فريق في العالم محطوط في الظروف ليفربول ان عناصر اساسية من الفريق بتغيب وصفقات جديدة بتجيبها برضو بتغيب عنك تاج وبييجي بتصاف وبيغيب فترة كبيرة جدا جدا عنك فان دايك بتصاف وصابة كبيرة وقولك هيغيب لنهاية الموسم تقريبا فانت عندك غيابات واصابات بتحصل لك اي فريق في العالم يوقعه لكن ليفربول صامد احنا صندين وهناخد الدور السمدي. توتن هاما ينافسنا تشيلسا ينافسنا ساوس هامتون ليفر الليستر سيدي اي حد. هناخد الدور على ناخد دوري. ودي البداية توتن هامجلنا انفلد. انفلد على طول الفراخ ده يتاكل. ليفربول بيلتهم الفراخ المرضى وبيكسب في اخر ديها في مباراة فوص مستحق. فوص مستحق ليفربول. قد مباراة كبيرة جدا جدا جدا. فوص مستحق ليفربول وصدارة مستحقة بان بتاعب الصدارة بفرق تلاتة بونت دلوقتي ليفربول عنده تمانية وعشرين بونت. ويهي توتن هاما عنده خمسة وعشرين بونت يا عالم مباراة ده اللي جاية اللي هحصل ليفربول هيخسر. توتن هام هيخسر تاني هيوقع. ممكن بعد مباراة دي تلاقي كرب بتاع توتن هام نزل تحت تمام الممكن تلق تاني وبيفضل ينفس على دور الاخر ديها في الموسم. الله واعلم. بس بالله في الاخر ده تكر رأي شخص واحد في مباراة توتن هام. قلوا توقعاتك. هل توتن هام بعد مباراة دي هيخد غدسه تحت. ولا يفضل على نفس المنوار ونفس المستوى لنهاية الدورة يفضل من نفس ليفربول ولا اللي كمان ليفربول ممكن يتقصر بالغيابات اللي عنده ويقع ويبع ويبقى 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 على نفس الدورة والله هيفضل من نفس وممكن ياخد الدورة في نهاية الموسم. قلوا رأيك في الكومينتس. ولو الحلقة عجبتنا قساش تعمل لايك وعمل تابسكرافتنا واشتراك فعل الجرس لأول مارتشوفنا عشان كانت حلقات اول باول. وتابعنا اشتركوا في الناس بوك كريتوتي تعالى تويتر لو كان معكم صفحة شبك الحلقة يبقى اياه. سلام.